من الأشياء اللي أسويها عشان أرفع مودي هي أني أقرأ تعليقاتكم طبعاً كل تعليقاتكم حلوة بس في التعليق كذا كان يجيني مرة كثير هذا الأيام وين مواقف المتابعين؟ طبعاً أنا دايماً أطلب منكم أنكم تكتبوا لي مواقفكم الحلوة والمحرجة وكلما كانت المواقف تضحك أنا أسويها فيديو واليوم أخترت لكم المواقف اللي ما تكررس كثير واللي فعلاً مرة ضحك إذا تحبون أنه هذا السلسلة تستمر دوسي اللايك وشارك الفيديو مع الأصدقاء ويلا نبدأ بالقصة الأولى اسمي جينة وفي يوم رحنا أنا وخالاتي وأولاد خالاتي للبحر كان الجو حلو وكنت أبغى أستعرض مهاراتي انتظروا عليه شوي رح أنطع للبحر أوريكم مهاراتي وأرجع كانوا متحمسين وأنا رحت أنطع للبحر وطاحت وحسيت بصداع وشربت موية وصاروا هم يضحكون علي وصوروني وأرسلوني في مجموعة الوتاب حق العائلة علشان كذا أنصحكم أنكم ما تورون مهاراتكم خصوصاً للعائلة لأنكم بتاخذون عين ما في زيها أبداً إن شاء الله إلهي ما بيبلغ هالطول وهالوس وهالمشي كمان أميرة غانم بتقول لما كان عمري 6 سنوات شفت فيلم ساو المنشار اللي ما يعرفه هو هذا الفيلم وما أنصحكم أبداً إنكم تشوفونا كنت أبغى أجرب شعور السيكوباتية فأخذت كيس زبالة وحطيت فيها قطوة ورحت أشيل حجر كبير عشان أحطى عليها الحمد لله إن الحجر كان ثقيل وما قدرت أني أحمله وشافني أبوي وخفت يعرف شنو أسوي فما سويت هذا الشي وشنو ذنب القطوة المسكينة طبعاً لما نكون صغار ما يكون عندنا وعي كبير لكن لما نكبر نعرف أن هذا الأشياء خطأ في يوم قال للأستاذ أني أقول نكتة في وقت الفسحة أنا كنت مرة مبسوطة هذه الفرصة عشان أبين في الفصل هذا الشخص كان ماشي 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 وهو يضحك المشكلة إنه ما أحد ضحك صار الكل يضحك علي ويستغرب من هذا النكتة البيخة وأنا من يومها حلفت يمين ما أقول نكت أبداً في حياتي إيوة صحيح حبيبتي من أصعب الأشياء أنك تضحك الناس هذا يبغى لها تمرين كثير وكمان يبغى لها أنه يكون مزاجك رايق هذاك اليوم مريم بتقول أنه عندها سر خطير اسمعوا لي يا جماعة هذا السر أنا أسول في ويا الجن أقسم بالله ما أقدر يطلع لي شيء أبيض ومرعب ويقول لي كيفك يا مريم؟ في الأول كنت مرعوبة من القصة لكن بعدين حسيت أنه هذا الجن يؤنسني في وحدتي والله العظيم يا قدع قدع داب يسمحها قد غريبة وعملية لا طبعاً مصدقتك يا حبيبتي أنا كمان كان عندي جن كنت أتكلم وياه لما كنت صغيرة لكن سبحان الله ما دري ليش هذا الجن اختفى لما كبرت وأمي تقول أنه هذا يسمونه الصديق الخيالي كنت أدخل بيت جيراني من دون علمهم في يوم كنت قاعدة بأمان الله بعدين إجا عندي مضيوف وأنا كنت دخلت على الحمام لما طلعت كنت أصيح وأقول ليش هذول جايين اليوم الضيوف الثقلاء دايماً يجون يوم الخميس ما كنت أدري أن الضيوف دخلوا البيت ويسمعون بعد شنو أقول هذاك اليوم أخفت ضرب ما أنساه من أمي أنس بيقول مرة سمعت من الأولاد أن اللي ما يجعل الاختبارات بياخذ علامة 15 على 20 فأنا سويت نفسي مريض ماما أنا ما أقدر أروح لامتحان بعدين لما خلصوا الامتحانات ورحت على المدرسة لقيت أني رسبت في كل الامتحانات فأخذتني أمي على المدرسة وطلبت منهم أني أعيد كل الامتحانات ومن يومها تعلمت أني ما أصدق كلام أي أحد ندمت أني شفت جدتي وهي تموت هذه من الأصعب التجارب في الحياة الله يرحم جدتك ويرحم جميع أموات المسلمين لكن لا تندمين لأن هذه التجربة تخليك أقوى وتقوي عزيمتك وتفتح عيونك عن حقيقة الحياة في يوم إجا عندنا ضيوف فسألتني واحدة من الضيوف قالتلي وين القبلة؟ وأنا ما كنت أدري وين القبلة لكن ما كنت أبغى أني أحرج نفسي من هذا الجهة يا خالج ومن هنا نتعلم أنك ما تسأل الأطفال أبداً عن اتجاه القبلة طبعاً هذه ما تفكر لو كانت تفكر كويس ما كانت رح تسأله لا حبيبتي يكوني مطمئنة مية بالمية هذه الحق عليها معليكي مرة أخذت حصالات أمي وأخواني وأختي وأبي ما كفتها حصالة واحدة واشتريت حلويات وأكل ورحت للمطعم والباقي اشتريت ألعاب وللحين أمي وأبي وأخواني ما أحد يدري يا بخت البلد بيكم حقيقي با يا بخت البلد بيكم مرة وأنا الصغيرة رحنا لبيت جدتي وكانت تسكن في عمارة في الطابق الثالث فلما كنت أبغى أروح بيتها غلطت في الطابق ورحت الطابق الثاني ودخلت بيت ثاني وانصدمت لما دخلت ولاقيت بنت ثانية جارتها في الصالون وتناظر إلي بنظرة غريبة كذا جبت علامة خمسة على عشرين وللحين ما أحد يدري لا 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 رح يدرون أكيد أكيد في نهاية السنة رح يدرون لما يشوفون النتيجة النهائية طبعا هنا نكون خلصنا مواقفكم المحرجة أنا مرة استمتعت وأنا قراها ولأن الفيديو أخذ شوي من وقتي أتمنى أنكم تسووني اللايك وتشجعوني عشان أتحمس أسوي فيديوهات بعد أكثر أحبكم وإلى اللقاء يا أحد أصدقاء موسيقى 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 موسيقى